اللهم بحمدك تبارك اسمك تعالى جدك هنا إلهي ربك اللهم احنا رحلة من النساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في لقاءنا المتكرر كل يوم كما وعدناكم بالساعة تمانية ونص عن شيء يهم الجالية العربية في المهجر اليوم سنتكلم عن موضوع مهم جدا موضوع روحاني موضوع جميل كلنا نعشق أن نتكلم فيه ولكن ليس بالسهولة أن نتكلم عن شيء من نفسنا مثلي أنا وأخي محمد فاليوم سنتكلم عن العبادة والإيمان في زبن الكورونا ومن أفضل أن نستضيف من شخصيتين من جلة الشخصيات المحترمة في مجتمعنا الكندي في أوتوا وكندا معنا الشيخ محمد الهاشمي وهو المدير التنفيذي لمركز إبن رشد الثقافي الإسلامي بأتوا الشيخ محمد أحد قادة الجالية الإسلامية لمدة أكثر من 32 عام في كندا وهو في أمريكا الشمالية بشكل عام قام بعمل وخدمة عدد كبير من المؤسسات الإسلامية والاجتماعية والآن يرأس مركز إبن رشد في مدينة أوتوا من أفضل المراكز التي ممكن تشعر فيها بروحانية الأماكن العبادة تشعر بها بثقافة المراكز العبادة تشعر فيها في ما تحتاجه في أماكن العبادة كما أيضا اليوم لنا عظيم الشرف أنا وأخي محمد التميمي محدثكم صديقي رح نكون معنا بضيافة الأب والقس وليد بيطار راعي الكنيسة الإنجلية المعمدانية العربية في أوتوا القس وليد له أثر كبير في المجتمع المحلي يعمل دائما لخدمة أبناء الجالية العربية والمسيحية في منطقة أوتوا ولكنه أيضا يقوم بأعمال كبيرة في المجتمع بكندا ونورث أمريكا للمجتمع العربي والمهاجر أهلا وسهلا بكلاكما أتشرف بوجودكما معنا أهلا وسهلا شكرا جدا جزيلا لاستضافتكم ولمحبتكم شكرا جزيلا دكتور جمال أخوذ محمد على هذه الاستضافة من خلال هذه الإطلال نحييكم ونحيي ضيفنا كذلك الأب وليد ونحيي جميع أبناء وبنات إخواننا وأخواتنا في الجالية العربية بصفة عامة في أوتوا وفي كندا وفي أمريكا الشمالية وأولئك الذين يتابعوننا عبر صفحة الفيسبوك في كل مكان حيث ما كانوا وحيث ما وجدوا نحييهم ونتمنى لهم السلامة والعافية وإن شاء الله نكون في هذا اللقاء نتعرف بعضنا البعض ونستفيد من بعضنا البعض أهلا بأخوي الكريمين الشيخ الهاشمي والأب القس وليد البطار أهلا بكما ضيفين عزيزين أكرمتمونا بحضوركما وشرفتمونا بحضوركما وبإذن الله سيكون لنا معكما لقاء منتع أبدأ بقولي الارتباط بقوة عظمى تحمي الإنسان هي فطرة قديمة قدم الإنسان نفسه منذ خلق الله آدم والبحث عن الإله مذهب بشري ضارب في عمق الزمن واللجوء إلى الرب العظيم في الملمات والأزمات سلوك بشري تلقائي لا إرادي كله يدل على أن هذا الإنسان مولود على الإيمان في هذه الظروف الصعبة لم تكن الأديان وأماكنها المقدسة في منأ من الجائحة ولم تكن بعيدة عن مرمى قوسها وقسوتها فقد أصابها ما أصاب كل مكان يجتمع فيه البشر لم يشفع للمؤمنين إيمانهم أن يستمروا على ممارسات عبادتهم مساواتا لهم بغيرهم أو حرصا عليهم أن ينالهم مكروه وهم في الشدائد ملح الأرض وقلب السماء ورحمة الإله هل بكت السماء والأرض على خطايا بني آدم أم حملت الملائكة عذابات الإنسان وعبرت بها طريق الآلام طالبة العفو والمغفرة متوسلة لرفع الظلم الذي عم والكراهية التي طغت والإيمان الذي شوه إلى متى سنبقى بعيدين عن أحضان الصلوات أيها الإخوة الكرام إلى متى سنظل في غربة عن بيوت رب السماوات إلى متى نمكث في بيوتنا مشتاقين إلى المقدسات أهذا يطيل أعمارنا أم يطيل وقت معاناتنا أيبعدنا عن الموت مسافات أم يبعدنا عن الاستغفار الذي به النجاة أي عجل سلامتنا أم يؤخر فرجنا الحيرة كبيرة فماذا يقول فيها دعاة الإيمان وحراس القلوب أرحب بضيفي العزيزين الشيخ الهاشم والأب وليد البطار وأترك بين أيديكم ما فك الطلاسم وحل الألغاز فأعانكم الله وسلككم مسارك العارفين فنبدأ بأخونا وحبيبنا الأب وليد البطار نقول له ما نظرة الإيمان والمؤمن لما نمر به الآن مرتين أريد أن أشكركم جزيل الشكر على استضافتكم الحقيقة هذه من الأسئلة التي تسأل ليس في عالمنا في كندا لكن في كل العالم اليوم والحقيقة كان سؤالك مهم جدا وموضوعك شيء تماما في هذا الوقت فالسؤال هو فعلا هل هذه التي نمر بها أو الأمور أو المصيبة أو الكورونا فيروس الذي نمر به هو عقاب كما خير أخي الحبيب طلب مني أن أتكلم عنه أو هو امتحان وطبعا لكل منا أنا متأكد أن تقريبا هناك وجهة واحدة أننا في هذه الأيام كمؤمنين أو كغير مؤمنين هذا الوقت هو وقت إما أن يكون بركة لنا إما أن يكون دينونا علينا بمعنى آخر إما أن نستفيد وما نتعلم مما نمر به أو للأسف أن نقع مرة أخرى في فخ العالم ونقع في بعد جديد عن الله من خلال ممارساتنا ما بعرف إذا أنت بدك ييني أحكي عن هل هذه الجوائح أو هذه المصائب أو هذه المصيبة بحد ذاتها هي عقاب أم امتحان أريد أن أعلم منك وتعلمني ما هي نظرة المؤمن بنظرك إلى هذه الجوائح التي تمر كيف ينظر لها كيف يتعامل معها ما هو مفهومه حيال هذه الجوائح التي تمر نعم هذه كمؤمن أولا ممكن أقول أنه ممكن أن تكون أسبابها متعددة فأنا شخصيا مثلا أريد أن أتعلم مما حصل ولو تسمح لي أن أقول أن مرات كثيرة نقف أمام ما يصيبنا والشيطان يحاول أن يبعدنا بأن نهتم بأمور كثيرة وننسى الأساسيات مثلا نهتم اليوم بأن نرى الأخبار وعدد الإصابات وإلى ما هنالك ونقضي أوقاتنا تجاه التليفزيون بس نرى ماذا حصل وهذا ما يريد الشيطان مننا في هذه الأيام أن نفعله بل أن نعود كمؤمنين ونرى يا رب لماذا تحصل هذه الأمور في الحياة أهي عقابا أم هي تأديبا منك يا رب نريد أن نعرف فكل واحد مننا يعرف قلبه كل واحد مننا يعرف الحقيقة ماذا يجب أن يفعل نعيش في أيام صعبة جدا أولا أحب أن أقول أن ممكن أنا كمؤمن أن أأخذها على نفسي كتأديب من الله ويمكن أيضا أن تكون عقابا من الله مثلا كما يقول كتابنا المقدس والرب استشهد به بلوأة 26 بيقول كما كانوا في أيام نوح كذلك يكون أيضا في أيام ابن الإنسان كانوا يأكلون يشربون يزوجون يتزوجون إلى اليوم الذي دخل نوح الفلك وجاء الطوفان وأهلك الجميع وهكذا أهالي السدوم وعمورة أيضا كانوا يأكلون ويشربون ويغرسون ويبنون ويبيعون لكن الله أمطر نارا وكبريتا من السبا فإذن أنا كمؤمن أنظر إليها نظرة إما عقابا وهكذا ونحن في هذه الأيام لسنا نعيش الحالة الفضلة الإيمانية وأنت يا أخي الحبيب وحضرة الشيخ يعرف أن الأمور ثلتت من أيدينا وكأننا أصبحنا فأصبحت السرقة حلالا وأصبح الطلاق شيئا بسيطا وأصبحت طاعة الأولاد شيء لا نهيده أصبحت حتى دور العبادة لا تحترم حتى ما يجب أن تحترمه مثلا بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص الله يريدنا أن نجعل من بيوت عبادتنا مكان يعود فيه الإنسان إلى الله فيتوب ويرجع عن خطياء وهكذا الرب يمسح أو يغفر كل خطياء فإذن ممكن تكون سبب عقاب ونحن ننظر من هذا المنظر وإذا كان سبب عقاب لابد أن هنا نتعلم شيء مهم أن هذا العالم الذي نعيش فيه لابد أن نعرف كما أشرت في البداية شيء رائع أن هذا الإنسان هو لشيء أمام عظمة الخالق الإله الله الذي خلق السماوات والأرض والذي هو صاحب السلطان المطلق فيظن الإنسان أنه يستطيع أن يسيطر على هذا العالم من خلال العولمة من خلال الإنترنت فدخلت الخطيئة إلى العالم وأنا أقول أخي الحبيب كمؤمنين وغير مؤمنين لابد أن نجتاز في المصائب فهذا الجسد جسد الخطيئة الذي ولدنا به من آدم هذا الجسد جعلنا نتجرب في كل شيء لكن نريد أن نقسم بين المصائب والعقاب وبين التأديل كمؤمن أن الله ممكن جدا أن يؤدبني فمثلا كان يتعامل مع الشعب في العهد القديم عندما نقرأ الكتاب المقدس كان يقول له هذه الكلمات إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل جميع وصياه وفرائده التي أصيك بها أنا اليوم كان يقول له هذه الكلمات سوف أرسل عليك وباء وبمعنى آخر يقول له يلصق بك الرب الوباء حتى يبيدك عن الأرض التي أنت داخل إليها وهنا أخذ الجزء الآخر أنا كمؤمن إذ كنت أعيش بعيدا عن الله الله يريد أن يؤدبني لأنه مكتوب الذي يحبه الرب يؤدبه يريد الرب أن يؤدبني ويعيدني إلى طريق كأب يؤدب ابنه لذلك أنا أركز على هذه الحقيقة أننا نحن نحتاج في هذه الأيام حتى كمؤمنين أن نراجع نفوسنا هل بإسم الدين هل بإسم الحياة التي ننتمي إليها أو الكنيسة أو الجامع إلى هناك صار يحق لنا السرقة والكذب والحلفان وإلى وإلى ما هناك هذا كله ضد كلمة الله وأنا متأكد أن الشيخ يعني بيوفقني على هذا الكلام في هذه الأيام للأسف أصبحت السرقة شطارة أصبحنا نحن نعيش من يكذب هو شاطر ومن يحلف وكأنه صادق لا ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا لا ما ذلك على أيضا أصبح اليوم الرجل يزني على زوجته لماذا؟ لأنه أعجب بمفات أخرى ونسينا أن الله أعطانا زوجة لكي نصونها ونحبها والزوجة أيضا أصبحت بعيدة عن خضوعها لزوجها لأسباب للأسف تبعنا بها المجتمع الغربي لابد أن نعود إلى الأساسات ونعترف أننا كمؤمنين شذين عن الطريق لكن إذا تبنا إذا رجعنا إلى الرب من قلوبنا مكتوب إذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية الرب بيرجع بيبرئ أرضنا يبارك حياتنا لذلك يا أخي الحبيب أنا بشدد لكل اللي عم يسمعونا اليوم أن نعود حقيقة إلى الواقع الحقيقي للإيمان ما بدنا مظاهر كرهة الرب كرهنا كره أعيادنا لأنه صارت أعيادنا مركزة على الأمور الخارجية الست صارت بدت زين حالة والرجال صار بده يلبس أحسن لبس بطلنا ننظر يا بني أعطني قلبك الله لا يريد هذه المناظر على الإطلاق شعبي عمل شرين مشكلة كبيرة هايدي تركوني أنا ينبوع الحياة وفتشوا لأنفسهم عن أبار مشققة لتضبطنا والمشكلة اليوم أنه منظن أنه العالم وأنه الزنة والخطيئة وهذا والمال ومحبة المال التي لأصل لكل الشرور تغنينا عن الله فنعيش بذواتنا فننسى أننا عندما أعطينا حياتنا لله مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا الذات الكبرياء العظمة اللي فيي بطلت لا شيء بل يحيى الله فيي فأنا صورة الله لأعيش هذا الله الذي خلقني فأعيش وصياه وأعمل بكل ما أمرني ما أمرني به وتالت نوعي بنظر لك مؤمن أيضا ممكن تكون عقاب وممكن تكون أيضا تأديب وممكن تقول أيضا تزكية إيمان مثلا مثلا نحنا بنعرف عن أيوب تجرب وفي نهاية المطاف قلبي سمع الأذن قد سمعت عنك لكن الآن رأتك عيناي مرات كثيرة نحنا بنحتاج في هذه الأوقات أن الرب يسؤل إيماننا يزكي إيماننا يذهب إيماننا يوم بعد يوم حتى يمتحننا حتى نعرف إذا نحنا للرب مثلا جرب إبراهيم إيمان إبراهيم بيقال له روح أقدم ابنك ذبيحة فمن من اليوم مستعد أن يذهب ويقدم للرب ما يملك أن يساعد الفقراء أن يساعد المحتاجين أن يعلن محبة الله لكل الناس أن يلطف أن يرحم الناس الذين من حوله إبراهيم تجرب وكان مستعد أن يلبي هذا الامتحان ويقول يا رب مستعد ليس فقط أن أقدم ابني أنا كل ما أحب في هذا العالم لك فنحنا اليوم حبيبي نحنا عم نعيش في الشرق الأوسط ونعرف بلادنا العربية بلايين الدولارات فيها نسد جوع أخوتنا الأحباء اللي عاشوا الأمرين في الحروب والصعوبات نتحد في الإنسانية ولو على الأقل مع بعضنا البعض ونساعد بعضنا البعض ونشجع بعضنا البعض ونعدد بعضنا البعض وهذا ما فعلته كورونا فينا ونشكر الرب من أجل كل ذلك بس بدي أقول شغلة أخيرة بوقف بقول أيضا هناك تجارب الله بيسمح فيها ليوقينا من الكبرياء بولوس اللي قال لأ ارتفع في فرط الأعلانات يعني رسول كبير ويمكن كان بدي يشوف حاله قال له الراب لا 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 بدي يفرجيك مين مقامك من أنت دول عظمة رؤساء تخبوا كلهم سوا من وراء فيروس صغير وهذا بيفرجينا إخوتي الأحباء أن الرب يقول أني أنا صاحب السلطان الأوحد ولا أحد غيري على الإطلاق لذلك يجب أن نخضع له عفوا انت ممكن طولت شو عليك لا ولا يهمك بالعكس جميل جدا أنا بدي أسأل نفس السؤال لشيخنا محمد الشيخ محمد هل تتوقع أن هذه الجائحة أو كل الجواحة بشكل عام عقاب وامتحان من الله سبحانه وتعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوني أبتدئ من حيث انتهى أخي وليد وأبدي حاجتنا إلى أن نتضرع إلى المولى عز وجل حاجتنا إلى أن نبدي ضعفنا حاجتنا إلى أن نظهر حاجتنا لله سبحانه وتعالى حاجتنا أن الله سبحانه وتعالى وهو القوي وهو العزيز وهو المتجبر وهو المتكبر بكل صفات الجلال فيه وبكل صفات العظمة لديه سبحانه وتعالى حينما يستشعر الإنسان ضعفه ويستشعر أنه لا شيء ولا قوة ولا غنى ولا شيء إلا من فضله سبحانه وتعالى وعطائه يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمرجع يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة وبالافتقار إليك فقري أدفع ما لي سوى طرقي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع ومن ذا الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقير يمنع حاشا لجودك أن تقنط عاصية الفضل أجزل والمواهب أوسع قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ننطلق ونحن نتناقش هذا الموضوع أن يسأل الإنسان نفسه كيف حالي مع الله كيف وضعي مع ربي كيف عبادتي له هل أنا فعلا عبد لله تبارك وتعالى هل فعلا أستحق لفظ العبدي لأن العبادة كما تعرفون اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة والعبادة الاتصاف بكل صفات الأخلاق والصبر على قضائه والشكر لنعمه والرضا بما قسم وهي الغاية العظمى من خلق الله تبارك وتعالى لعباده يعني الله تعالى خلق خلقين خلق خلقا له وهو هذا الإنسان أنا وأنت كل الإنسان أينما كان وكيفما كان كل بني آدم خلقهم الله تبارك وتعالى له كرمهم وخصهم ليكونوا له سبحانه وتعالى فقال وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون ثم خلق كل الكائنات الأخرى كل الأجرام والخلاق السماوات والأرض والجبال والنجوم والشجر والدواب كلها خلقها لهذا الإنسان العبادة خلقنا من أجلها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وهي موضوع الاختبار وموضوع الامتحان الله تبارك وتعالى خلق الإنسان ووضع له هذا الاختبار الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هل أحسن العمل؟ الله تبارك وتعالى لطيف بنا الله تبارك وتعالى يحب عباده الله تبارك وتعالى هو رب الناس كلهم أتباع الرسل وغير أتباع الرسل كلهم لله تبارك هو الذي خلقه وإنما بعث أنبياءه وبعث خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعث أتباع الأنبياء ليكونه رسلا رسل الله وليخاطبوا الناس يا أيها الناس عودوا إلى ربكم يا أيها الناس توبوا إلى ربكم يا أيها الناس استلحوا مع ربكم يا أيها الناس أنتم الضعفاء أنتم الفقراء والله والغني ولهذا الله تبارك وتعالى يرسل لنا الرسل لنعود البشر الأنبياء ويرسل لنا الآيات أيًا كانت هذه الآيات آيات جلاله وجماله نراها فنعود إلى الله سبحانه وتعالى سبحان الذي خلق وآيات فتنه لنتذكر ونخرج من هذه الغفلة وآيات عقابه عسى أن نعود إليه ولهذا يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا فالله تبارك وتعالى حينما يريد عبده ليعود إليه وحينما يريد لعباده أن يتقربوا إليه يبتليه يبتليهم فيذكروا بعضهم فيعودوا إلى الله سبحانه وتعالى ولولا إذ جاءهم بأسنا تدرعوا الله سبحانه وتعالى يفرع والله سبحانه وتعالى يبتهش حينما يرفع المؤمن وترفع المؤمنة يديها ويديه ليقول يا رب عدت إليك يا ربي تب علي لأتوك يا ربي إن هذه البشرية مثل ما ذكر ابونا وليد البشرية حادت عن الجادة البشرية خرجت عن الفضائل البشرية حادت عن منهج الله تبارك وتعالى البشرية حادت عن توحيد الله تبارك وتعالى البشرية ظهر الفساد فيها في برها وبحرها لقوله ظهر الفساد في البر والبحر البشرية الآن تقتل بعضها البعو البشرية الآن ما عادت تعبر الإنسانية قبل وباء كورونا كم من البشر ماتوا من قهر العباد للعباد كم من الضعفاء ماتوا وقتلوا وشردوا لظلم العباد للعباد كم من هؤلاء فقدناهم لأن أهل بغي بغوا ثم يأتي الله تبارك وتعالى بجلاله وكبريائه وعظمته وقوته وجبروته يودع هذه الكبرياء ويودع هذه القوة ويودع قهره ويودع عظمته وجلاله في أصغر مخلوقاته فتتجلى عظمة الله في هذا المخلوق الصغير الذي لا يرى بالعين المجرد ويظهر الله سبحانه وتعالى ليتأكد الناس كلهم مؤمنهم وملحدهم ليعلموا أن وعد الله حق ليعلموا أن الله حق هذا درس من كان يظن أن العالم يقلب رأسا على عقب من كان يظن أن أهل الكبرياء وأهل الظلم وهذا القهر وقد تجلى ذلك في تصرفاته ولا رادع لهم ويحسبون أنهم خلاص باغون في الأرض لا يستطيعوا أحدا أن يوقفهم فهو هذا المخلوق الضعيف أوقفه وهم الآن نراهم الآن في الشوارع متضرعين لله تبارك وتعالى وذلك ما كنا نبخ الذي يرتضيه الله تبارك وتعالى أن يرى من عبده هذا التضرع فالرسالة الآن لتكون المحنة منها وليكون الضارة نافعة فإذا عادت القلوب إلى الله تبارك وتعالى عادت القلوب إلى الخالق عادت القلوب لتتعلق به عدنا إلى منهج ربنا عدنا إلى إنسانيتنا لأن ما جاءت الرسالات إلا ليكون الإنسان إنسانا واليومنا فرح جدا حينما أرى أن الدائرة الإنسانية توسعت وأننا نشعر الآن بانتمائنا البشري والآدمي والإنساني وحبذ أن يبقى هذا الشعور قائما بعد هذه الجائحة بعد أن يرفع الله سبحانه وتعالى فإذا رأينا الجائعة الذي ينتظر دواء ودواءه والغذاء الذي ينتظر لقمة تسد جوعه ولنحييه من هذا الموت المؤكد على العالم كله أن ينهض لسد لقمة الجائع ولرفع الظلم عن الظالم وليكون ضحية الكورونا كضحية الحرب وكضحية الجوع وكضحية البؤس فما أحوج البشرية إلى هذا نظام التآخي وهذه الألفة وهذه المساعدات التي نراها أنا قلبي منشرح حينما أسمع الداعي يدعو إلى الأطباء وإلى الممرضين والممرضات وأولئك البشر إخواننا في المستشفيات وفي كل مكان هؤلاء الذين يقفون بيننا وبين هذا الفيروس هؤلاء الذين يقدمون أنفسهم ضحايا مثلما قدم أهل الحريات أنفسهم ضحايا حتى يستنشقوا هذه الحرية وحتى يستطيعوا أن يعبدوا خالقهم في أمن وأمان ما أحوجنا إلى السلم وما أحوجنا إلى التآخي وما أحوجنا إلى الآدمية وما أحوجنا إلى الأنسانية وعسى الله سبحانه وتعالى بهذا أن يكون أعطانا درسا حتى نشعر بالضعف ونشعر أننا بشر ليس إلا وأن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى وأن القوي الحق هو الله سبحانه وتعالى وأن الغني الحق هو الله سبحانه وتعالى عدا ذلك فما أحوج البشر إلى ربهم وإلى مساعدة ربهم وإلى لطف ربهم وإلى ربوبية ربهم لأنه خلقهم فهو الذي يطعمهم وهو الذي يسقيهم وإذا مرضوا فهو الذي يشفيهم ونكمل النقاش إن شاء الله عندي بس ملاحظة بسيطة أشكركم جميعا بس ملاحظة بسيطة سوري يعني أنا اللي فهمتم من كلامكم وأعتقد أنه الكلام واضح أن الله سبحانه أو الرب يحتاج منا أو الفيروس هذا جاء ليوقذنا من غفلتنا ليس عقاب بمعنى عقاب لأنه هو قادر على أن يفني البشرية جمعاء بلحظة ولكن هو جعلنا الآن زي لما الواحد ابنه بغلط بحاول أنه يعطيه دروس أو عبرة أو بحطه في زاوية وبقول له اسمع الكلام يا بابا عشان يضطعظ ويعرف أنه جاء الوقت ليقف فمشكورين جزيلا أستاذ محمد كان عندك طيب أنا اسمحوا لي أني أخرج عن حعطيك الكلمة أبواليد بس اسمح لي أنا بدي أخرج شوي عن يعني عن السياق العام في النقاش وحقيقة أتمنى أني أوجه لكم السؤال التالي دكتور جمال ياريت تخلي الصور الأربعة موجودة إذا سمحت لي أوجه السؤال التالي يعني قائل يقول يأتين القساوس ويأتون الشيوخ يقولون لنا كل ما حدثت حادثة يقول لنا هذا من الله هذا من الرب هذا عقب هذا امتحان هذا تدبير إلهي فكأنك تقول للناس يعني سلموا أمركم إذا كنتم عصاة اذهبوا واستغفروا وإذا كنتم طائعين فأنتم في امتحان فاركنوا واسكتوا واستجيبوا لما يحدث لكم في النهاية كأني أدعو الناس إلى الجمود والاستسلام والتسليم ليس عندنا دليل أن هذا هو امتحان أو عقاب إذا كل واحد منا سيقيم نفسه ربما يقول أنا ما في مثلي في البشر كلها وبالتالي هذا لا يعنيني ولا يخصني هذا يعني غيري ربما يعني جيراني طيب أنا شو ذنبي أن يعاقب الله يعاقبني بذنبي غيري من البشر أنا ما قتلت ولا سرقت ولا زنيت أنت الآن تسلط تسلط كل العقوبات علي وأنا بشر ضعيف كنت ماشي بكل الأمان والسلام كما يطلب مني ربي وأطيعه في كل أمري ثم يأتين العقاب أنا مع غيري هذا هو العدل هذه هي الرحمة هذه هي المحبة يا أب وليد نقول الله محبة هل هذه هي المحبة التي التي نقصدها وشيخنا الشيخ الهاشمي دور العبادة أغلقت المساجد أغلقت الصلوات تعطلت هذه هي الرحمة هذه هي الامتحان هذه هي الابتلاء هذا هو الاختبار يعني أين تقولون أن هذا سيأخذنا إلى الإيمان والحقيقة أن بيوت الإيمان أغلقت أبدأ بالأب وليد بهذا المقام ثم ننتقل لشيخ الهاشمي الحقيقة رح أخذ شئين من سؤالك كثير حلو أولاً هو الإنسان بيقولك أنا ما عملت ولا خطيه أنا لا زنيت لا سراءت لا لا الحقيقة ما فينا نقول هيك لأنه الله بيعرف القلوب ليس من الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله كل إنسان على وجه الأرض هو إنسان خاطئ ولا يجوز ولا يستطيع هذا الإنسان أن يقترب إلى الله إلا بأن يعود تائباً إليه لذلك أنا أشدد على هذه النقطة الإنسان نعم عم بيشوف نقطة واحدة من الله الله محب لكن الله عادل لاحظ معي الله محب لكن الله عادل ومحبته ليست ضد عدله وعدله ليست ضد محبته فإذن الله محب وهو يريدنا وهو يحبنا وهو يريدنا أن نتوب ونرجع إليه وإذا تبنا فعلاً من كل قلوبنا التوبة بمعنى تغيير الطريق تماماً وعشنا للرب من كل قلوبنا فبهذه الطريقة نعم الله هو محبة لكن في نفس الوقت لا ننسى أن هذا الله الذي تسأل إذا هو إلهك الرحمة أنا سأؤكد معك أنت الذي تتكلم معي الآن إلهي إله رحمك ورحمني ورحمنا نحن جميعاً ومن يرانا بأن أبقانا على قيد الحياة وأعطانا الأكسجين حتى لأن تنشقه حتى أن نعيش فعندما ننظر إلى الله بطريق فقط ناحية وننسى الناحية الأخرى مثلاً نحن كمسيحيين اليوم يعيد العالم المسيحي الشرق اليوم عيد القيامة فنحن نرى في القيامة في الصليب أن الله وضع على المسيح كل خطايا البشرية كان لابد أن يدفع الإنسان قصاص خطياء فإجا المسيح مات من أجله حتى يغفر له خطياء ففي هوني في عدله في محبة لا ما بدنا نخلق بين اتنين الله محب الله رحوم يريد أن جميع الناس يخلصون بيحبك وبيحبني وبيحبك مثل ما قال فضيلة الشيخ قبل شوي قال كلمات رائعة جداً يريد نحن نركز عليها الله بده إينا لأنه بيحبنا مرات بيسمح لنا نجتاز في تجارب دي كي نعود إليه فعندنا مثل حلو كتير بيقول عن ابن الضال ترك بيه وبيت أهله وراح على كورة بعيدة كان معه مصاري لما أنفقهم كان عنده حلين إما أن يعيش في وسط الخنازير إما أن يعود إلى قلب الله الرحوم فإن شو عمل؟ قال لا أنا بدي أرجع إلى أبي وقال له يا رب أخطأت أنا إلى السماء وقدامك سمحني فشو عمل الأب؟ حضنه من كل قلبه ورجعه فرحمة الله وعدالة الله تأتي معا ما بعرف إذا بتسمح اللي بتعطيني بس خمس لأي خبرك عن الاختبار اللي صار معي أنا شخصياً بتسمح؟ نعمل السويتش على الشيخ الهاشمي ونرجع لك على الموضوع نفسه والاختبار متل ما بتريد؟ إنت اللي بتريد أنا فيه؟ ننتقل للشيخ الهاشمي وبعدها نرجع لك في التكمل اللي تضدت فيه فإذاً رحمة الله ونعمة الله بيلتقوا مع بعضون ونحنا لازم كمؤمنين نتذكر أنه بدي أسألك سؤال لما ابنك بعزبك وبتضرب وتبقى مبسوط؟ لا طبعاً لما ابنك بعزبك وبيخذب مرات كثيري بأمور ما بدي أدخل فيها صعب جداً أنت تبقى مبسوط؟ آخر شي بتلقطه ببلادنا هوني ما بتسترجي تخط إيدك على أي مصر ببلادنا بتطرقه كف بتبر مبرم لا نحنا نحنا بالأساس يعني الولد الصغير طبعاً أنا الفكرة الهوني اللي بدي وصلها مرات كثير الرب بينجبر اليؤدب بالعصى شو يعني بالعصى؟ مرات أنا بتذكر في مزمور بيقول عن الرب أنه هو الراعي وبيذكر أنه نحنا خواريفه أنا بتذكر بالضياع عنا كان في راعي كان يحمل عطول معه الحجر وبس يلاقي الخروف بده يصل على المهوار يبرمه ويدربه شو يعمل الخروف؟ يرجع إلى المراعي الخضراء الله يريدني أنا الخاطئ اللي بعدت عن الرب يسوع المسيح أنا اللي عشت بعيد عنه بده يريدني أرجع لإله وفعلاً الرب هو يريد أن يضمني وهو يحبني أرجع لك مسيح على الشيخ فضل فضل الشيخ الهاشمي نعم إحداث التوازنات في الكون اللي الله سبحانه وتعالى قال فيه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان هذا الميزان الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في السماء ووضعه في الأرض ألا تطغوا في الميزان هذا الطغيان الحاصل بين الإنسان والكائنات الأخرى في الطبيعة في البيئة وبين الإنسان والإنسان يحتاج بين الحين والآخر إلى شد انتباه لتعود الأمور إلى نصابها والمتأمل هذه الأيام في أيام الجائعة حينما سكن هذا الإنسان وكأن مصاف الطبيعة والبيئة قد رجعت إلى نصابها كذلك علاقة الإنسان بالرب سبحانه وتعالى بالله سبحانه وتعالى تحتاج إلى ريسات تحتاج إلى إعادة بدء وانطلاق جديد مع الله سبحانه وتعالى ولهذا رب جعلنا دائما نحن المسلمون والمؤمنون دائما لنا الفرصة أن نبني ونبدأ صفحة بيضاء مع الله سبحانه وتعالى إن من الصلاة إلى الصلاة وإن من الجمعة إلى الجمعة وإن من رمضان إلى رمضان وإن من الحج إلى الحج وإن من حينما إنسان يرجع إلى الله ويتوب إليه حينما يتوب يقول الله سبحانه وتعالى لقد بدأت صفحة بيضاء معي والإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها والحج يجب ما قبله فهذا الريسات وهذه التصفير لصفاح الإنسان يحتاج إلى هذه الهزات وهذه الهزات ليس فقط على العاصي هي تأتي ربما للمؤمن أكثر ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاءا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل نحن حينما نسبع دعاء أيوب عليه الصلاة والسلام وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الدر تقول لي ليش مسه الدر لأنه إنسان عاصي هو معصوم نبي ولهذا رب كان يريد منه هذا الابتهان وكان يريد منه هذه المناجات وكان يريد منه هذا التضرع أني مسني الدر لو كل إنسان الآن الصحيح والسقين الذي أصابه شيء من هذا الدر الذين كانوا يمرحون ويسرحون في هذه الدنيا ولا رادع لهم لا قانون ولا قانون وضعي ولا قانون إلهي وكانوا يظنون أن لا أحد يوقفهم فقد أوقفهم هذا المخلوق الصغير وأبقاهم وأقعدهم في بيوته ولهذا يقول أني مسني الدر يا ليتهم يقول أني مسني الدر ويكون عقابا لبعض الناس ويكون امتحانا لبعض الناس ويكون ابتلاءا للصالحين ولهذا تجد أن الصالحين سيدنا يونس في بطن الحوت يعلن التوحيد أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما حد يقولي الآن على البشرية أنه ليس ظالما أو ما حد ظلم حينما نزل قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون من الذي لا يلبس إيمانه بظلم فجرى السحابة هرعوا إلى رسول الله يا رسول الله من منا لا يلبس إيمانه بظلم من منا ذاك العبد النقي الذي لا يظهر الظلم صغيره أو كبيره قال ليس ذاك الذي تعنون يعني ليس هكذا نفهم الآية وإنما تلاقوا له تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ولهذا تجد مظاهر الشرك على الأرض هو الذي يغذب الله تبارك وتعالى لقد جئتم شيئاً إدى تكاد السماوات يكاد السماوات والأرض يتفترن منه تكاد السماوات تتفترن منه وتنشق الأرض وتنشق الأرض إذن الله سبحانه وتعالى فعلاً يريد مننا بهذا الابتلاء أن نعود إليه يريد مننا في هذا الابتلاء أن كل واحد يعرف قدره مع الله سبحانه وتعالى نحن ما قدرنا الله ما قدر الله حق قدره وما يقول ليش الإنسان لماذا أنا والتاني لا أنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى كأنك الإنسان الوحيد على هذه البسيطة كأنك أنت ابن آدم الوحيد وكأن ليس هناك غيرك والله يخاطبك أنت والله يتكلم معك أنت والله أنزل القوانين وأنزل الرسل إليك والله يخاطبك بآياته والله امتحنك بهذا الوباء فما أنت صانع مع الله سبحانه وتعالى ما أنت صانع مع نفسك ما أنت صانع مع الآخرين إذن هناك دروس ودروس ودروس كثيرة نستفيد منها نسأل الله سبحانه وتعالى يرفع هذا البلاء وحين أيضا كل واحد يجلس يقول أكون نفس الإنسان الذي كنت قبله أم أنا أتغير أنا شخصيا أعلن أن لن تكون حياتي بعد هذه الجائحة كالتي كانت قبلها وأعتبر أن الله سبحانه وتعالى يعطيني الدرس لنفسي أنا ابن أمي وأبي وأنني مثلكم كل واحدنا يعاهد الله سبحانه وتعالى أن يا رب مثل ما نقول نجينا نجينا من هذه وماذا لو نجينا الله سبحانه وتعالى فلما نجيهم إلى البري منهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إياكم الجحود إخواني إياكم الجحود يا من تسمعوني إياكم من تقول الله سبحانه وتعالى أنا أحتاجك الآن لكن حينما يكشف عنك السوء ويكشف عنك البلاء تعود إلى سالف عهدك وتترك الله وتترك يعني قانون الله تبارك وتعالى تترك حب الله تبارك وتعالى تترك لطف الله تترك هذه الإنسانية تترك هذا البعد الإيماني الذي حصل لك تتركه لأن الله نجيك إياك لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه أن يعيدك إلى ما كنت عليه نعم نرجع للأب وليد في التعليق اللي كنت مدخر إلى هذا الوقت الحقيقة أنا فرحان اسمع هالكلمات الحلوة فعلا نحن كلنا خطاب مثل ما قال فضل الشيخ ولا واحد مننا بيقدر يقول أنا كامل ما في كامل إلا الله لهالسبب نحن علينا أن نعود إلى الله من كل قلوبنا ومثل ما قال فعلا حتى نحن كمؤمنين مثل ما قال شي عجبني كتير قلته أنا بعذتي على الفيسبوك هذا الأسبوع والأسبوع اللي قبله وقلت إنه فعلا أنا درس كبير لقلي أول واحد إن حب الرب من كل قلبي أكتر وأكتر من خلال بعد هيدا الفيروس لكن أنا بدي أقول لك شي شوف المصايب يا ريب تحطني على الشاشة معك لشوفك بحب وجهك حلو هيك نعم مع بعض فتعرف المصايب فعلا بتغير الإنسان بدي خبرك بسرعة كيف الله غيرني إلي أنا كنت عايش بلبنان بمنطقة وبين لحظة وتانية حصل مشكلة كبيرة فذبحوا كل أهل تقريبا مئات من أهل الضيعة ونجبرنا ننزل لبيروت وبعد ما نزلنا لبيروت يا أخوية ماشي في الطريق طبعا كان باية منعنا نتدخل بكل شيء اسمه لأنه باية كان خادم للرب كمان الممنوع نتدخل بالسياسي ولا أي شيء آخر فالمهم نزلنا على بيروت وهنيك ببيروت أخوي منازل على الطريق وفجأة ابتدى الأصف وقشت الأزيفة على الخي وحوال 25-30 ومرجع للبيت رحت لقيتهم الحقيقة كان مقطع بالأرض كان معروف بس كان محروف فابتديت أسأل شو فيه بعد الموت طيب أزمت هلأ أنا وين رايح وهذا دفعني لأن أعيش حياة بعيدة عن الله وهذا اللي هلأ كنت حدتك عم بتقوله ابتعدت عن الله وصرت أعمل للأمور التي لا ترضى الله وأنا بستحق أولى كل الأشياء التي لا ترضى وصار عندي حقد وضغيني تجاه الآخر اللي قتى الخي بشكل ممكن لا تتصور لكن بدي خبرك لأنه نتيجة الضيقة والمصايب اللي بنقع فيها فبعد شوية كمان أمي بالبيت انصابي بعد شوية خي بالطريق انصاب احترق البيت فقدنا كل شيء وأنا عايش بالعالم وبعيد عن الله بالرغم أنه أنا اسمي مسيحي وعلى فكرة ليست المسيحية مش أنا لأني ولدت مسيحي أنا مسيحي لا مثل ما قال حدد الشيخ قبل شوية إذا ما بنعيش الإيمان المسيحي اللي فيها أنا مش مسيحي المسيحي بيكزب وبسرق وبسرق لا عيدا مش مسيحي المهم كنت عايش كل هودة لكن لما إيجت لمصيبة بلاش تفتش وبدأ وصلك لأشياء هلأ حدد الشيخ عجبتني كتير بعد فترة بتجي قريبتي من أستراليا وبتشاركني إنه فعلا يا وليد أنت عايش حياتي بعيدة عن الله لازم ترجع للرب وأنا كنت مثل ما حادرتك قول وين الله لو قال الله رحوم بيقتل خي لو قال الله رحوم بيحرق لنا البيت لو قال الله رحوم بيخلي هالناس كلها تموت الله لا يجرب بالشرور على الإطلاق لكن هايدي نتيجة شر الإنسان وفساد الإنسان هذا أدم الأول اللي فينا اللي الخطيين زرعت بهيدا الجسد واللي مرات بتفش لبرة فقلت له في هونيك نهار التقات بشخص من شاء ما طويل للقصة التقات بشخص فقال لي كان فعلا شخص عاطل تقات فيه عم يعزلنا على الكنيسة قلت له شوفي شو صار لك كيف صار يعني أنت معروف قال لي أنا تبت للرب وعدت تقل له والرب غيرني المهم اجت بنت عمتي بعد فترة وشاركتني عن المسيح ورحت على الكنيسة ورحت على الكنيسة واليوم من الأيام سمعت عن رسالة بتقول إذا أنا هلأ متت وكانت حياتي في الكامل في الرب يسوع أنا رح روح للسماء فقلت له يا رب أنا إنسان خاطي فعلا أنا إنسان خاطي وإنت حملت خطي أنا بدي أجي وأعطيك حياتي وقلبي وبدي يعيش لإلك صدقني في تلك الليلة رحت للبيت أمي بتقل لي وجهك بضول أنت تغيرت تاني يوم أنا إنسان جديد بتوبتي الله غير حياتي بس بدي أقل لك شو التأثير الكبير قلت له يا رب يسوع أنا لحياتي لقل لك بدي عيش لك وبدي أبعد عن الخطي شو صار معي رحت على الشغل اللي كنت أعمل مشكل معهم ما كانه في شي شي خبرك إيه خي حبيبي إنت خي محمد أنا مبسوط سؤالك تارشو صار فيي الحقد والضغين اللي جوه بقلبي انتقلت محبي أنا بأكد لك إيها هذه المحبي لا يمكن أن توصف على الإطلاق ولمين للناس اللي قتلوا خي لأن الرب يسوع علمني أحب أعداءكم باركوا لعينيكم أحسنوا إلى مبغضيكم فكيف خي بالإنسانية أنا ما بدي يسامحوا وهيدا اللي كان عم بيقول عنه بعد شوية فلمن الرب غيرني سمحتهم وحبيتهم ورحت أخدمهم وطلعت لعن شخص قتل أعزة صديق لإلي عبدته وبسته وقلت له أنا بحبك ومسامحك بس لازم أنا ما بتكفي مسامحتي لازم ترجع لأ الله وتطلب منه المسامحة وهو فعلا بيسامحك على كل خطيات والرب غيرني المحنة اللي ما رأت فيها عطتني حياة جديدة لهالسبب أنا بحبكم مش لأنه أنا بحبك عم بضحك عليك وبيتجاملني على الفيسبوك ألا وقال له هيدا محبة فيها تمسيح جوخ بارشو تمسيح جوخ يعني نضحك على بعض لا نحن منحب بعضنا من كل القلب أنا بحبك مش لأنه بضحك عليك لا لأنه أنا يسوع فيي اللي قال لي أحبه بدي أحبك مجبور حبك لأنه عايش في حياتي وكياني لهالسبب هلأ الفضيلة الشاخ اللي كان عم بيقوله ببيوصل المسيج كتير حلو أنه نحن في هيدا الأيام يجب أن نعود إلى الله أنا كمسيح أؤمن أن أجب أن أعود إلى المسيح وأقبل غفرانه وبيغير حياتي وبتصير حياتي حلوة لكذبه عفوا يعني ما تخذني حتى قلت شي عن بيوت العبادة لش نحن رجال الدين مش بحاجة لنتغير إذا اسمنا رجال الدين نحن ما نسمي حلنا رجال الدين نحن نسمي خدام لشعبنا نحن رعاق بدناش نتغير ما بدنا نبعد عن المادة ما بدنا نبعد عن المقامات إذا ما قعدونا الصف الأول صرنا منترك المكان ومنرجع صرنا بدنا نشوف حالنا صرنا بدنا نقول لنا حب لا 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 بدنا نرجع أنا شخصيا الرب يسوع إجارك على أجر التلاميذ وغسلهم إياهن نحن بدنا نرجع نخدم الناس ونحبهم مش إذا معه مصاري بخدمه إذا ما معه مصاري بخدمه هيدا الكورونا فرجت شي واحد وحدته أنه الفقير مثل الغني الأكبر رئيس مثل أصغر عامل وهيدا فرجانا أنه الله بالنسبة لله الإنسان متساوي أنا ما رأت بهذه التجربة وغيرت حياتي وصدقوني أنه أنا بحبهم صدقوني من كل المحب أنا بحبهم مشكور مشكور وهيدا المحبة وإحنا بنحبك إجت من توبة أنا كإنسان خاطئ ولدت حملت خطية آدم جيت لعند الراب وقلت له أنا بتوب يا رب قدامك وتاب وأنا بأكد لك اليوم لو أنا صر لي شيء أنا متأكد مش لأنه أنا صالح أنا ما بسوى أبدا لكن مسيح كامل فيي بخليني شوف الله لهالسبب هو الطريق لإلي فأنا بدي شجعك وقول هاي الأيام الصعبة اللي عم نعيشها يا ريت بترجعنا لإيماننا الحقيقي ونعرف أنه توبة نصوحة يا خلي طراب طراب لخلي شوفينا أكيد هاي فترة فترة ممتازة أنه نرجع ونعمل زي ما حكيت ونعمل توبة لله سبحانه وتعالى نرجع على جمال النفس البشرية اللي وجدت من نفسها وأنا بدي أرجع أكرر اللي حكاها بشكل مبسط الشيخ محمد أنه هذه يعني قد تكون اختبار من الله مش لعنة علينا هي اختبار ربنا اختبر أحب الناس إله الأنبياء اختبر سيدنا آدم اختبر سيدنا نوت سيدنا لوح سيدنا إبراهيم سيدنا محمد سيدنا عيسى سيدنا موسى اختبر الأنبياء كلهم وجعل من كل واحد إله مشاكل سيدنا يعقوب اختبره في ابنه سيدنا يحيا اختبره وسيدنا يوسف ويونس وايوب يعني كل الأنبياء تم اختبارهم ونحن الآن في فترة الاختبار فلازم نظهر التوبة ونرجع لله سبحانه وتعالى بدي أسأل سؤال أنا يمكن يكون سؤال محير ومحزن لكثير من الناس وشفنا كثير فيديوهات ناس تدمع عيناها لعدم القدرة للذهاب إلى أماكن العبادة لعدم القدرة للذهاب للصلاة في بيوت الله لكن أنا بتوقع أنه يعني إيش الحل الآن كيف ممكن إيماننا نحافظ على هذا الإيمان ونزيده وإحنا بعيدين بخلال الحجر هذا بعيدين عن دور العبادة بداسة للشيخ محمد بعدين أرجع لأخونا لأبواليد نعم هو يعتمد على مفهومنا للعبادة في حديثاتها يعني هذه العبادة اللي محلها القلب الإنسان إذا كان عابد لله تبارك وتعالى وفعلا يشعر بالعبودية لله تبارك وتعالى يقول الإمام علي رضي الله عنه كرم الله وجهه كفاني فخرا أن تكون لي ربا وكفاني عزا أن أكون لك عبدا أنت لي كما أحب فوفقني لما تحب ترك أنا أرى الآن أن عبادتي العبادة الحقيقية أن أقف أن أبقى في بيتي هذه العبادة عبادة البقاء في البيت لحفظ النفس البشرية أولى وأكمل وأتم من الذهاب إلى المسجد وعبادة غلق المسجد أولى وأشرع من عبادة فتح المسجد بمعنى حتى لا نبقى نحن حبيسي المكان العبادة هذه ما جاءت لتقام في مكان الإنسان الذي يرتبط بربه سبحانه وتعالى ويعبده مثلا أنت كنت تصوم يوم الخميس تصوم يوم الخميس تصوم يوم الخميس ثم قطعت عن الصوم لسبب ما لسفر أو مرض الله سبحانه وتعالى يواصل لك أجر صيام الخميس لأنك تعودت على الصيام فالذي كان يذهب إلى المسجد ثم غلق المسجد لإكمال عبادة أخرى وهي أهم العبادات يا أخي الدكتور جمال مقاسد الشرع أي مقاسد الدين كلها مقاسد الدين بخمس أولها وأعلاها وأكملها وأتمها أن يحافظ على نفس البشر لأنه ليش الدين؟ ليش الأحكام أصلا؟ فهذه الحلال والأحرام وكل الأحكام وكل النظم والقوانين إنما جاءت لتحافظ على أعزي وأكمل خلق لله تبارك على الإنسان فإذا كانت الخطورة على هذه النفس البشرية أي كانت؟ الصلاة؟ الجماعة توقفت لكن الصلاة ما توقفت ما سقط التكليف ما سقط تمام عبادتك أن تصلي مع أهلك وتمام عبادتك أن تصلي جمعتك ظهرا وتمام عبادتك أن تبقى مرتبط بالله سبحانه وتعالى ربما الله سبحانه وتعالى يشد عليك مكان العبادة حتى تزداد شوقا إليه كل الناس كانت تذهب إلى المسجد؟ لا مش كل الناس آلاف المؤلفة والنسبة المئوية الكبرى في المجتمعات المسلمة وغير المسلمة ما كانت تذهب إلى المسجد أو الكنيسة الآن ظهر حبوها للمساجد حمدا لله الله سبحانه وتعالى الآن يريد أن يجدد معكم العهد عرفتم عرفتكم يا عبادي أنكم أحوج ما يكون إلي وأنكم أحوج ما يكون إلى دور العبادة قد منعتها عليكم الآن قد فتحتها فأروني منكم خيرا ها يا الله أروني الآن ما أنتم ففاعلون بمساجدكم التي فتحات وبصلواتكم التي فتحات وبجمعتكم التي فتحات العقل والسمع والبصر هذا هو أهم فاكلتز عند الإنسان أهم ملكات عند الإنسان ورب سبحانه وتعالى يقول قرأة قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به من إله غير الله يريد فتحنا مساجدنا التواف مكة المعلق قلوب المؤمنين بها قبلة المسلمين حرم الله تبارك وتعالى مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم يعني شغاف قلوب المؤمنين توقفت أتدري توقفت لماذا؟ لأن هذا الإنسان مرة أخرى وحياة هذا الإنسان مرة أخرى حياة هذا الإنسان التي رحى الحرب أبادته ومصانع الحرب أبادته هنا تمتحن الهيئات الأممية تمتحن هيئة الأمم المتحدة وتمتحن منظمة الصحة العالمية وتمتحن منظمة حقوق الإنسان وتمتحن منظمة التغذية العالمية لأنها اليوم تحركت بسبب هذا الفيروس لكن كانت ترى هذه نفس الأنفس التي تريد أن تحافظ عليها الآن بالعزل كانت تطحن طحنا وكانت تقتل وكانت تشرد وكانت تهجر وكانت تموت جوعا كم رأينا في التلفاز الهياك العظمية للناس في إفريقيا كم رأينا؟ كم رأينا من أصحاب الجوع والألم والبؤس علّة هذه الأزمة تحرك ضمائرنا من جديد؟ تحرك ضمائرنا ونعرف أنه ياس نعم الله سبحانه وتعالى امتحننا امتلانا وأي كانت مصدر وأي كانت صفة هذا الفيروس إلا أنه يبقى آية من آيات الله ويبقى صورة لقدرة الله سبحانه وتعالى إذن يا إخواني الكلام موجه للجميع نعيد ترتيب أولوياتنا نعيد ترتيب الأولويات وأولويات انتماءاتنا هذا الفيروس لا احتاج إلى تأشيرة ولا احتاج إلى باسبور ولا احتاج إلى جوى السفار ولا احتاج إلى مواطنة ولا احتاج إلى شيء الله أنزله ليسري به في كل أنحاء العالم الذي يضاده قد نجد له انتباعاتك قد نجد له مضاد حيوي لكن المضاد الحقيقي الذي نشربه آناء الليل وأطراف النهار هو هذه الإنسانية التي سترجعنا ربما إلى أن نكون عباد لله وأن نكون مؤمنين وأن نكون بشر ونقول لهؤلاء كلهم كلنا حتى الذي لا يؤمن بالله ومن هنا توجه إليه هذه هي الآية هذه هي الآية فهل نحن لها جاهدون ومنكرون؟ إن شاء الله إذن رب دارة نافعة وتنقلب المحنة إلى منها ويكفي أننا نجلس مع ابنائنا ربما ما وجدنا أوقات أن نجلس معهم الله سبحانه وتعالى أراد أن يرفع الأسر وأن يرفع قيمة الأسرة وأن يرفع قيمة الحب الحب للزوجة وحب للأولاد والبنات أصبحت تجلس مع أولادك تصلي مع أولادك تأكل مع أولادك تسمعوا إلى أولادك وكنا لا نجلس معهم وكلنا لا نسمع لهم وكنا لا نجد الوقت لهم ها هو الله أراد ألزمنا وأقعدنا ولحكمة الله يعلمها إلاه فلنعتبر يا إخوان يا أخواتي من يسمع فاعتبروا يا أولي الأبصار اعتبروا يا أولي الأبصار بارك الله فيك شكرا أب وليد أول شيء الكلام رائع جدا وهذه حقيقة رائعة عن العبادي أنا بس بدي أقسم في المسيحية عن نوعين من العبادي في عبادي فردي وفي عبادي جماعي العبادي الجماعية كان في مشكلة كبيرة وقت المسيح اليهود صلبوا الرب فأخذوا التلميذ ومات أخذوه التلميذ كلهم بسبب المحنة والمصيبة اللي كانوا واقعين فيها راحوا مجتمعين بسبب الخوف من اليهود وكانوا عم بيصلوا مع بعضهم وبيعبدوا مع بعضهم فبالرغم أنه كان فيه مصيبة لكن بنفس الوقت كانوا مطمئنين كان فيه عندهم خوف بس الله إجا الرب إجا فيه وفدق عليهم أو دخل لعندهم والأبواب مغلقة وقال لهم سلام لكم وأنا بدي أقول لهم يسمعون اليوم اللي مش حسين لا بطمئنيني ولا بسلام الرب يقرع الباب ويريد أن يدخل ويعطي ويقول سلام وطمئنيني لكم ثانيا نحب أن نقول أنه فإذن فيه صلاة فيه عبادة جماعية وفيه عبادة فردية نحن من مارس العبادة الجماعية في الكنيسة والكنيسة الحقيقة للأسف الناس اخدتها غلط الكنيسة مش مبنى الكنيسة هو جواعة مؤمنين وفي تفسير اللهوتي هم جماعة مدعوين إلى خارج يعني هاو دي الناس تركوا العالم وتركوا الخطيئة وتبعوا الرب يسوع المسيح فإذن هاو دي صاروا خاصة لالله فهو صاروا بيعبدوا الرب من كل قلبهم فإذن فرق كبير بين المبنى ككنيسة وبين الجماعة وأيضا شيء مهم جيل حدد الشيخ عجبني أنه فعلا العبادة هي مركزها القلب فنحن بدنا نعبد الله لازم نعبده من كل القلب بيقول كتاب يا بني أعطني قلبك الله ما بده شيء لكن بده قلب كامل حتى يسكنه ويملكه بالتمام وأيضا هناك عب عبادة شخصية أو فردية العبادة الفردية ممكن تتم أينما كان الرب يسوع المسيح حيثما كمان اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم وفي نفس الوقت أعطانا الحرية أنا فيني صلي أبانا الذي في السماوات وينما وجدت ليس المكان يحدد علاقتي بالله فالصلاة فالعلاقة بالله ليست من خلال الدين وأنا مسيح يقول هذا مسؤول عن كلامي ليست من خلال الدين وليست من خلال الإنسان وليست من خلال حتى رجل الدين علاقتي فيه هي علاقة شخصية بينه وبينه فبعد ما تبت صارت علاقتي معه أنا بحكيه وهو بيحكيني صار في عندي نوع أنا صرت ابنه صرت حبيب قلبه أنا صرت عزيز عليه لها السبب نحن مش متركين الناس مفتكرة أنه نحن متركين للرياح وللكورونا لا 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 هو السيد السيد الخليقة نحن مش متركين أبدا هلأ مشكلة كبيرة هي الناس بتعتبر مثل ما قال حط الشيخ هلأ أنه نحن تركنا مكان العبادة وروحنا بطل عنا علاقة مع الله بدي أرجع أقول علاقتنا ليش تتمرتبطة بالرغم من أهمية العبادة الجماعية لأنه كلمة ورشب ما بتعني أو العبادي لا تعني فقط أن أذهب أنا وأعبد الله مع جماعة أو بالمعنى كون في حالة صلاة لكن العبادي بتعني أيضا خدمة فأنا بقدر أخدم الآخرين مثل ما هلأ كان عم بيقول قبل شوي أنا ممكن أخدم الآخرين أنا موجود في بيتي مثلا كيف أنا ممكن أعبد الرب ببيتي أنا ممكن هلأ أقعد مع عائلتي وأفتح كلمة الله اللي كتب لهم أدس وأقعد معهم وعلمهم محبة الله ممكن أخد من العظة على الجبل اللي بيعرفها كل العالم عن الرب يسوع اللي فيها أعظم قيم الإنسانية وبعلمهم لولادي فبهذه الطريقة أنا بكون عم بيعبد الله وقت البقعد بصلي أنا وياهم بكون عم بيعبد الله وقت اللي أنا بيجي بيخدم خي أو أخذ محتاج في هيدا الوقت الصعب أنا عم بيعبد الله فخدمة الله ليست محصورة فقط في المبنى مع أنها مهمة جدا بعطيك مثل في الكنيسة الأولى كانوا التلاميذ متهضين وكانوا لحقينهم وبدوا يقتلوهم بيقول كان عدد التلاميذ يتكاثر جدا طب كيف عم تتكاثر وأنتو يعلم هربانين إلا الله لمن بدنا نعبده نعبده بالروح والحق وعندما نعبد الله بالروح والحق نتبع الله من كل قلوبنا نعيش له هذا ما يريده بالرغم بدي أرجع وقول الكنيسة مهمة أو أماكن العبادة مهمة لكن لنبدأ في عبادة حقيقية والصلة بيني وبين الله في نفس الوقت ومن هناك تمتد هذه العلاقة كل أحد منرنم مع بعض رغم أنه ما منشوف بعض منرنم مع بعض ومنقدم رسالة رسالة من رسالة الإنجيل من خلال الفيسبوك وهيدا وكله كمان منقدم الكتاب المقدس الإنجيل لأي إنسان بيريده في قطوة فأنا مرات بضطر بروح لحيالي بروح وبخدم وبقدم هود الناس الإنجيل وحتى اللي عم يسمعنا أهلا وسهلا فيه أي إنسان ليه؟ أو شخص أو ست متقدم في العمر تحتاج ما بتقدر تطلع من البيت أنا أو أنت أو أنت أو حد حضرة الشيخ كلنا مسؤولين أن نقوم بهذه الخدمة مع حبائنا هذه عبادة لله إن كنا نستطيع أن نعمل صلاح ولا نعمل الصلاح فهذه خطيئة له السبب خيل حبيب العبادة لا ترتبط في المكان لكن ترتبط في الله وأنا أعبد الله مثل ما بيقول الرسول بقصد الشخص رب يسوع المسيح منك أينما كنت لأنه كما يقول الكتاب هو حي وهو موجود في كل مكان الشيخ محمد عنده نقطة تفضل شيخ محمد أردت أن أبين الحقيقة ما يتعلق بالدين لا يمكن أن يتحقق هذا إلا في إطار التوحيد وما في حالة تظهر حاجتنا إلى التوحيد مثل حالة الأزمات لأن يونس عليه الصلاة والسلام حينما قدم لا إله إلا الله لتكون هي سبب الفرج بمعنى صحح علاقته مع الله سبحانه وتعالى وأقر بها أن لا إله إلا أنت فلا يمكن أن أأتي وأقول أنا تدين دون لا إله إلا الله أنا أصلي بمعزل عن لا إله إلا الله فالآن حاجة البشرية إلى تصحيح علاقتها بالله تبارك وتعالى بالخالق من خلال الإقرار بأنه لا إله إلاه حينما نقر بها نبدأ نصحح في قد نقصر في الصلاة قد نقصر في الصوم قد نقصر في علاقتنا مع عدنا البعض قد نقصر في معاملتنا لكنها كلها آئلة إلى توبة حاجتنا الآن هو إشراق الإيمان إشراق لا إله إلا الله إضاءة لا إله إلا الله بماذا؟ الرجوع إلى الله التوبة قراءة القرآن ما أحوجنا إليه من رحمة الله تبارك وتعالى بنا جاءت كورونا ونحن يعني مشرابين لاستقبال رمضان ومن أن نتحدث عن الحج يعني في الأيام التي يبدأ عفاة المؤمنين بالتحذير أنفسهم للتوبة وتحذير أنفسهم للعودة إلى الله سبحانه وتعالى تضاعفت أسباب التوبة يا إخواني يا أخوات يا من تسمعونني كنا ننتظر في رمضان أن يكون هو الصفحة الجديدة مع الله سبحانه وتعالى اللي بدأت طلع زكاته اللي يستغفر رب سبحانه وتعالى اللي يدعى المسكرات اللي يدعى العسيان ويقول أنه هذه شهر رمضان دائما هو شهر الولوج إلى الله شهر العودة إلى الله شهر التوبة شهر إعادة العهد وتجديد العقد والعهد والوفاء مع ربنا سبحانه وتعالى فهذه السنة عندنا الجائحة اللي هي في حد ذاتها سبب أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى وسبب أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وسبب أن نطهر شهر ارتبطت هذه الجائحة بالطهارة تحدث الناس عنها وتحدثوا عن الطهارة وتحدثوا عن الوضوء وكيف يكون الإنسان وسبحان الله يعني من أبجديات التعبد والعبادة ربي سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويقول نبي سأطهور شطر الإيمان شوف نتطهر نتوب جاءت الجائحة وجاء رمضان ثم يأتي الحج كلها محطات حتى نخرج بعدها أنقياء أصفياء ويشعر الإنسان أنه فعلا البشرية الحمد لله تعود وتنطلق من موضع أحسن لتكتمل إنسانيتها ولتكتمل آدميتها وما أحوج العادمية وما أحوج الإنسانية إلى المؤمنين ما أحوج الإنسانية إلى الإنسان المسلم ما أحوج الإنسانية إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما أحوج الإنسانية إلى الرسل ما أحوج الإنسانية إلى المسيح عليه الصلاة والسلام ما أحوج الإنسانية إلى الصديقة مريم عليه الصلاة والسلام ما أحوج الإنسانية إلى فاطمة عليه الصلاة والسلام ما أحوج الإنسانية إلى الأتقياء وإلى الأولياء وإلى الأصفياء وإلى المخلصين من عباده ما أحجى المسلمين إلى الناس اللي قلوبهم رقة وقلوبهم فيها رأفة وفيها رحمة أسعدني وأنا أرى مساجدنا تقوم بهذه الحملات لتوزيع المعونات والمساعدات ما أحوجنا إلى العلماء وإلى الأطباء الذين يخافون الرب والذين يعرفون الرب سبحانه وتعالى هؤلاء الأطباء بإيمانهم اقتحموا هذه المعركة بإيمانهم خاضوا هذه المعركة رغم أنهم يعرفونها أنها ربما قد تؤدي إلى هلاكهم لكنهم خاضوها إيمانا منهم أنهم يقوموا برسالة شريفة وبرسالة خاضها الأنبياء والرسل وخاضها الصالحون إذن إخواني إخواتي نعود إلى منبع الإيمان ونعود إلى أركان الإيمان نؤمن بالقضاء والقضر ونؤمن بالله تبارك وتعالى الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وأبشركم وأبشر الناس جميعا أنها شدة وتزول أنها شدة وتزول ويا سعد من استفاد ويا سعد من غير ويا سعد من قال عدت إليك يا رب ويا سعد من قال أنا خاطئ ويا سعد من طلب السماح من الله ومن الناس ويا سعد من قال أنا مواطن صالح ويا سعد أن أبتل الآن لن أكون سببا في الفساد أو عضف الفساد ونوجه هذه الرسالة باسم كل الناس أكيد إلى من ملكهم الله أمرنا أن اتقوا الله في العباد اتقوا الله في البشر الإنسان هل تعاني وأجزاء منها تعاني الآن اليوم اليوم الآن تعاني تعاني عطشا وتعاني جوعا وتعاني فقرا وتعاني أمراضا وتعاني قهرا وظلما ويا ليت إنسانية كورونا تعمم لتكون إنسانية إيبولا وإنسانية الفقر وإنسانية الوباء في كل مكان حتى يعود الإبن الضال إلى الكون الكون الآن استعد دقيقة بس الكون الآن استعد ليعود العنصر الأساسي فيها الإنسان يحس الكون أن الإنسان خرج وهو في حاجة إلى لوبريفيكيشن في حاجة إلى صيانة في حاجة إلى منتونس الآن الإنسانية في ورشة الصيانة يعمل لها كده مرطبات ومدهينات وتشهيم حتى تعود مرة أخرى على السكة التي وضعها الله سبحانه وتعالى على السبل التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبياءه على الإنسانية الحق على الأخوة ثم تعيد تعود مستأنستان بأخواتها في الكون سترون أن العالم سيتغير وأنه التغير يبدأ من أنفسنا لا شيء إن شاء الله أنا بدي يعني صراحة الوقت يداهمنا في محضرين أسئلة كثير لكما لكن قد يكون الوضع أو الوقت لا يسعفنا بدنا ننهي بدعاء من كلاكما دعاء إن شاء الله أن يزيل هذه الغمة عننا جميعا سنبدأ بالأب وليد وإن شاء الله بديها للشيخ محمد وإذا بدأ منه بأي كما شكرا كتير وأنا بشكركم على المؤابلة مرة جديدة وبصلي حتى الرب يحمينا ويحفظنا وقبل ما أقول شيء واحد بدي أقول إنه ما نظن إنه أعمالنا الحسنة هي اللي رح تخلينا نرضي الله لكن نتذكر إنه التوبة والعودة عن الخطيئة إذا تبنا من كل قلوبنا وفعلا أمنا بما صنع الرب لأجلنا هيكي الرب بيغفر لنا خطيئنا رح صلي كلمة معكم واستودع المشاهدين ونصلي من أجل كل التعابة والحزانة في هيدا الوقت يا أبانا السماوي نشكرك من كل القلب من أجل محبتك ورعايتك أنت صاحب السلطان المطلق كن فكان كل شيء يا رب هو بقدرة كلمتك أنت وحدك يا سيد الرب القادر أن تفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب ونفتكر نصلي يا أبانا في هذه اللحظات أن تلمس قلوب الحزانة وتعزن أن تشفي المرضى وأنك يا رب تعيد الكثيرين فيتوب ويسلم حياتهم لك ربا ومخلصا وفاديا وأصلي أيضا يا رب من أجل المؤمنين أن تعيدنا إلى المحبة الأولى حيث نحبك من كل القلب ونعيش لك عبادة حقيقية كما يليك أيها الحبيب الرب يسوع أيضا أرفع كل العالم بهذه اللحظات بين يديك يا رب نصلي أن ترحم وأن تمد يد الرحمة على الجميع لا يكون هذه الأوقات إلا مصدر بركة لحياتنا فنحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله أستودعك عبيدك إخوتي من اشتركنا مع بعضنا البعض وفي هذه اللحظات من سمعونا وأنا الأول يا رب أستودع نفسي بين يديك أيها الرب يسوع وأطلب يا رب أن تسامحني على خطيائي وتغفر خطيائي وبالتالي يا رب أريد أن أعيش حيالك طوال أيام حياتي أصلي بإسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد الشيخ محمد الحمد لله الواحد الأحد الفرض السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد اللهم لك الحمد أن تنور السماوات والأرض ولك الحمد أن ترب السماوات والأرض ولك الحمد أن تقيوم السماوات والأرض ولك الحمد أن تلحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماضي فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم سميت به نفسه ولك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع صختك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم ونعوذ بك من الحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت نسألك باسمك العظيم الأعظم الكريم الأكرم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم اكشف عنا هذا الضر يا أرحم الراحمين اكشف عنا وعن أبنائنا وبناتنا وإخواننا وعن المستمعين أجمعين اللهم إنا نسألك لبلدنا هذا كندا اللهم إنا نسألك لمدينتنا أطوى اللهم إنا نسألك لإخواننا واخواتنا الذين يذبون عننا ويذودون عننا وهم في الصف الأول يحموننا من هذا الفيروس يا رب العالمين بتضحياته اللهم كلهم واقياً وكلهم حارساً يا أرحم الراحمين اللهم عافهم واعف عنهم يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارسل السلام والطمأنينة والسكينة في قلوبنا وفي قلوب جميع الناس يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد الناس والمسلمين يا أرحم الراحمين وأقدم بين يديك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان الله ومدين بارك الله فيك أخونا محمد تميمي أتفضل إذا عندك أي كلمة بدي أشكر الأخوين الكريمين الفاضلين والحقيقة أريد أن أنوه وألفت انتباه للإخوة الأحباب اللي يشاهدون لم تكن هذه الجلسة من أجل أن نجمع الدين المسيحي مع الدين الإسلامي لم تكن هذه الجلسة حتى نصهر العقيدتين مع بعضهما البعض لم تكن هذه الجلسة حتى نقول أنه عقيدة وهذه العقيدة تذوبان مع بعض لا نريد أن نقول أن التميز والاختلاف لا يلغي الإنسانية وأن التميز والاختلاف لا يلغي التعاون على البر وأن التميز والاختلاف مع وجوده لا يلغي الإيمان من قلوب الناس وأن الإيمان يجب أن يجمع بين القلوب لا أن يفرقها والمؤمن الحقيقي هو الذي يحب الخير لغيره لا الذي يكره غيره ونذكر ما قاله الشافعي حين قال أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأذكر الحديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له فلما نقول هناك مصلون يصلون إذا لم يطبقوا ولم يحبوا الآخرين ولم يقدموا لهم الخير فليراجعوا صلاتهم سواء كان مسيحيين أو كانوا مسلمين أو كانوا من أي دين من الأتيام وأنا أكرر شكري للأحبة والفضلاء وأقول للجميع ما قاله الأب وليد إني أحبكم جميعا في الله شكرا جزيلا الأب وليد أنا بحب أشكركم مرة تانية وبدأ أشكر المشاهدين ومرة أخرى بدي أقلكم أنه رب يفتح باب ونشوف رب يترحم على هالناس وترجع على الكورونا يشيرها الكورونا لأنه هو صاحب السلطان وبنفس الوقت نرجع نلتقي معكم وأنا بحب أقدم لكم هدية الكتاب لمقدس العهد الجديد هيكي عربون محبة وبنفس الوقت أي المشاهدين بدهم إياه وأنا منتظر أنه ألقاكم عن قريب وبالفضل أنتو وجوهكم هيكي حلوة ومشجعة وأنا عم بطلع على بعض التعليقات أنا ما بحب التعليقات بقدر ما بطلع على القلب والرب يبرككم ونعمة وراء سلامة رب يسوى معكم لن تكون الأخيرة أبو وليد شكراً شكراً أنا كنت فرحان أنه اتصل فيه وصار فيه مبادلة وإن شاء الله بيكون كمان هيدا العلاقات مثل ما حضرتكم قلتوا بتكون علاقات الإنسانية مع بعض وبيكون مثل ما شفت على الويب سايت تبعك يا دكتور جمال رائع جداً كيف الإنسان عنده حرية الفكر يقدر يختار وهيدا شي رائع جداً وأنا كنت مبسوط تكون معكم اليوم وإن شاء الله بنلتقي عن قريب والرب عائلاتكم ويحفظ عائلاتنا ومجتمعاتنا والمجتمع العيشين فيه وبلادنا نتأكد ما نخاف لا تخاف لأني فديتك دعوتك باسمك ما نخاف هو معنا لازم رح تمرق الفترة أو يمكن هو يجي من حالتين بس في كل الحالتين لازم ينصع لنا ثقة في إلهنا أنه هو قادر وأنه هو صاحب السلطان على كل شيء شكراً لكم أنا بدي أركز على شغلي سريعة كطبيب أحكي أنه العبادة قد تكون من أفضل الأمور التي تقوي جهاز المناعة لأنها تصلك بالباري وتعطيك راحة وطمأنينة نفسية وجهاز المناعة هو أفضل طريقة الآن لمحاربة هذا الفيروس فعليكم بالصلاة والعبادة والصوم والطاعة والزكاة وإعطاء الصدقات للي بحتاجها الآن لأنه هذه قد تطهر القلب فعلاً باسمي وباسم أخي وصديقي الأستاذ محمد تميمي حابب أشكر شيخنا محمد الهاشمي على تلبية الدعوة والأب القس وليد بيطار على تلبية الدعوة أيضاً وكونهم معنا وعلى الدعاء الذي دعوه وإن شاء الله نتمنى أن يقبل مننا الله هذا الدعاء وتزول هذه أو تزول هذا الهم عننا جميعاً ونعود إلى أحسن حال نقول لكم تصبحون على خير وفي لقاء لا يوم غد إن شاء الله سيكون معنا موضوع عن الاقتصاد عن كيف ممكن نفكر في الأمور المادية بعد ما فكرنا بالأمور الدينية نراكم على نعم نراكم غداً إن شاء الله وتصبحون على ألف خير تحياتنا لكل المستمعين تحياتنا في هذه البلاد وفي بلادنا العربية إن شاء الله تحياتنا لجميع إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة